الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فلا زال الكلام في شرح أحاديث كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري من خلال قراءة مختصره فلعلنا نواصل في ذلك فليقرأ القاري مشكورًا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فدخلت عليها فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت بيدها إلى السماء فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فأتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت حتى تجلان الغش وإلى جنب قربة فيها ما ففتحتها فجعلت أصب على رأس الماء فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس خطب الناس فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو أهله وأثنى عليه ثم قال أما بعد قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة رضي الله عنها ما قال قالت قال أما بعد ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قال حبستها حتى ما تجوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو من خشاش الأرض وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل أما فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا وصدقنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به أما المنافق والمرتاب فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في خسوف الشمس قوله في هذا الحديث قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس أي ذهب ضوءها وفي هذا جواز إطلاق اسم الخسوف على ذهب ضوء الشمس وقوله فإذا الناس قيام يصلون فيه مشروعية صلاة الكسوف للشمس وهي محل اتفاق بين أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قول أسمى فدخلت عليها يعني على عائشة فإذا هي قائمة تصلي فيه جواز أن تصلي المرأة وحدها في الصف بدون أن يكون معها أحد وفي قولها فقلت ما شان الناس مخاطبة المصلي بما يتبين الإنسان به حقيقة الحالي قالت فأشارت عائشة بيدها إلى السماء فيه الإجابة بواسطة الإشارة وأن ذلك لا يعد من التكبر خصوصا إذا كان الإنسان منشغلا وفيه أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها وقد أراد المؤلف بذلك أنه يمكن أن تكون الفتية بواسطة الإشارة من قبل اليد أو الرأس وفي هذا اللفظ أيضا بيانوا أن النساء يصلين مع الرجال في صلاة الخسوف كل وحده بجماعة واحدة وقولها فقالت سبحان الله فيه أن من كان في الصلاة ينبه بالتسبيح قلت آية أي هل هذا علامة أو شيء يكون له خاصية بالصلاة فأشارت برأسها أي نعم فيه أن الإشارات تتعدد معانيها بتعدد طريقة الإشارة وقولها فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة مما يدل على مشروعية إطالة صلاة الكسوفة قولها فقمت يعني صليت مع عائشة هذه الصلاة حتى تجلاني الغشي يعني بداية الإغمى وفي هذا أن من جاءته بدايات الإغمى في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته بذلك وأنه لا ينتقض وضوه به وأنه لا يحتاج إلى الوضوء قالت وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فيه جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها قالت فجعلت أصب على رأس الماء من أجل أن تعي ما حولها وأن تتمكن من إكمال صلاتها قولها فقام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة قائما فأطال القيام يعني أكثر من قراءة القرآن وقد رأى طائفة أن هذا اللفظ يدل على أنه لم يجهر بالقراءة والصواب أنه قد جهر وكون أسمى لم تنقل ذلك على جهة الإثبات ما لعدم معرفتها بما قرأ فإنه قد صرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر في قراءته قولها ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع فيه دلالة على أن صلاة الكسوف تكون بركعتين في كل ركعة ركوعاني وهذا مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة بأن كل ركعة بركوع واحد وقال بأن هذه الأحاديث أحاديث أخبار واحد فلا تقوى على نسخ ما تواتر من فعل الصلاة بركوع واحد في كل ركعة والصواب أن رواية الركوعين قد وردت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة منها حديث الباب ولا مانع من الزيادة على النص بواسطة أخبار الأحادي كيف وهي أخبار مشهورة قولها ثم سجد فأطال السجود فأطال الركوع ولم تذكر الرفع بعد الركوع الثاني وقد ذكره غيرها قالت ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود لم تذكر أنه أطال الجلوس بين السجدتين ثم ذكرت أنه فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى قالت ثم انصرف ولم تذكر جلسة التشهد بعد السجود وقد نقلها غيرها وقالت فلما انصرف أي انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف وفرغ منها وقد تجلت الشمس أي ظهرت وزال عنها خسوفها وانكشف ضوءها خطب الناس استدل بهذا فقهاء الشافعية على مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف وراء أحمد أن هذه موعظة وليست خطبة وبالتالي لم يرى مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف وقول الشافعي أقوى لثبوت هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان من ما قاله أن حمد الله وفي هذا أن المشروع في الخطب تقديمها وافتتاحها بحمد الله تعالى وقوله وأثنى عليه أي كرر المدح والحمد على الله تعالى ثم قال أما بعد في مشروعية الفصل بين الثناء على الله وحمده والصلاة على نبي وما بعد من الخطبة بلفظة أما بعد وقد ثبتت هذه اللفظة فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة ففي هذا قول الإيمان في خطبة الكسوف أما بعد قالت أسمى ولغط أي أنه رفعت بعض النساء أصواتهن وفانكفأت أي ذهبت وانسحبت إليهن من أجل إسكاتهن وفي هذا مشروعية إسكات من يرفع صوت في أثناء الخطب والمواعظ ثم قالت لعائشة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وفي هذا سؤال الإنسان غيره ما نقصه من العلم من أجل أن يستكمله وفي هذا اختيار الأصحاب في طلب العلم ليعين بعضهم بعضهم الآخر قالت فقال أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد فإن قالت ما من شيء ولم يذكر في هذا اللفظ حرف الفاء مما يدل على أن جواب أما لا يلزم فيه أن يكون حرف الفاء قوله ما من شيء أي لا يوجد شيء لم أكن أريته أي لم أشاهده قبل إلا مكنني الله من رؤيته في هذا المقام وفي هذا دلالة على أن الإنسان في أثناء صلاته يفتح عينيه لا يغلقهما قال حتى دنت أي قربت مني الجنة حتى لو اجترأت أي لو كنت جريئا فأخذت شيئا من ما في الجنة لجئتكم أي لأحضرت لكم قطاف أي عناقيد من قطاف الجنة ودنت مني النار أي قربت حتى قلت أي ربي خاف من النار فسأل الله أن يحمى منها حتى قال أي ربي يعني يا الله وأنا معهم أي هل تأتينا النار فتحريقنا ونحن في الدنيا وأنا معهم فإذا امرأة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد امرأة في النار قالت أسماح حسبت أنه قال تخدش ها هرة أي أن الهرة تقوم بخدش هذه المرأة بواسطة أظافرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا أي لماذا يفعل بها ذلك ولماذا تمكن الهرة من خدشها بأظافرها فقالوا يعني الملائكة حبستها يا أن المرأة أمسكت هذه الهرة ولم تطلقها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها وأحضرت لها الطعام ولا هي أرسلتها أي تركتها تأكل من خشاش أو خشيش الأرض أي لقطتها و نباتها ففي هذا أن تعذيب الحيوان من الأمور المحرمة وأن من الصدقات إطعام الطعام ومن ذلك إطعام البهائم وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يستهين بالذنب ويترتب عليه عقوبة شديدة قولها قال وأوحي إلي أي أن الملك أخبره بخبر من عند الله جل وعلا أنكم تفتنون أي تسألون في قبوركم ففي هذا إثباتوا فتنة القبر وعذاب القبر مثل فتنة المسيح الدجال أي كما أن من على الأرض يفتنون حينما يأتيهم المسيح الدجال سمي بإسم المسيح لكثرة مشيه في الأرض فهو قد ساح فيها وسمي الدجال لأنه كذاب يقول أن الله وهو كاذب في ذلك قال يؤتى أحدكم يعني إذا كان الإنسان في قبره يقال له ما علمك بهذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل ما موقفه وما هو ما هو فعله تجاه هذا النبي الكريم فيقول أما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات إلى دلة الواضحة والهدى أي العلم الذي ينجو به الإنسان فأجبنا أي آمنا به وصدقناه واتبعنا وصدقنا وفي هذا مشروعية الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا مشروعية التصديق بكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ثلاثا فيه تكرير الكلام من أجل أن يرسخ فيقال أي أن الملائكة يقولون لهذا الرجل المؤمن أو الموقن نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق والمرتاب أي الشاك فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري أي لا أعلم ما حقيقته سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وقد استدل طائفة بهذا على المنع من التقليد والأخذ بأقوال الآخرين في وصول الشريعة كالتوحيد وإثبات المعاد والتصديق بالرسالة وقال آخرون بل هذا الحديث فيه جواز التقليد في ذلك وأن ذمة الإنسان تبرأ به وذلك أن الموق لما قال هو محمد رسول الله لم يقله هل أخذت ذلك من جهة النظر والاستدلال أو ما هو طريقه فإن مقصود الشارع أن يكون الإنسان مؤمنا بذلك ولا فرق بين الطوق الموصلة إلى ذلك سواء أخذه بطريق التقليد أو بطريق الاستدلال والنظر أو بغيرها بينما المنافق والمرتاب لما كان مقلداً للناس في الباطل أخذ بذلك ولعل هذا القول أظهر فإنه الذي تدل عليه النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أفراد الناس فيشهدون له شهادة الحق ولا يسألهم هل أخذتم ذلك عن طريق التقليد أو عن طريق النظر ولا يسألهم عن أدلة بل يقبل منهم ويدل على هذا ما ورد في عدد من الأحاديث أن رجالاً في زمن النبوة كانوا يذهبون إلى أقوامهم فيمتنعون من كلامهم حتى يؤمنوا فيؤمنوا فيقبلوا منهم ومن هنا فإن الصواب أن المقصود هو الوصول إلى الحق في هذه الأمور بأي طريق وصل إليه الإنسان قالت فلما ذكر ذلك أي ذكر ما يتعلق بالجنة والنار ضج المسلمون أي صاحوا وخرجت الأصوات منهم ضجة ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة أي اعتاق المماليك في خسوف الشمس حسن الله إليكم قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتتهم رأة أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمناه أرضعت صاحبتنا فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكره له فقال إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فتنحيت فأتيته من قبل وجهه فذكرت ذلك له وقلت إنها كاذبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك فنهاه عنها وفارقها عقبا ونكحت زوجا غيره قوله هنا عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز فأتتهم رأة أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما هذا الحديث استدل به المؤلف على الرحلة في مسائل العلم خصوصا في الاستفتاء في المسائل النازلة وقوله لكون عقبة قد ذهب من مكة إلى المدينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الواقعة قولها أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز فأتتهم رأة أمة سوداء فيه قبول شهادة المملوكة وأنها تقبل شهادتها فزعمت أي هذه المرأة السوداء أنها أرضعتهم أي أرضعت الزوجة والزوجة عقبة وزوجته ابنة أبي إيهاب فقالت المرأة إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فهذا فيه دلالة على أن ثبوت المحرمية بالرضاعة يكون عند رضاعة الرجل والمرأة من امرأة أجنبية ليست أما لأحدهما وبالتالي من طرائق إثبات التحريم في الرضاعة الرضاعة مع أجنبية من امرأة غير أم الزوج والزوجة فقال لها عقبة على جهة الإنكار لمقالها ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فعلى جهة الإنكار لقولها وشهادتها فأرسل عقبة إلى آل أبي هاب يسألهم أي بعث شخصا يسأل أهل زوجته عن ذلك فقالوا ما علمناه أي ليس في معلومنا أن هذه المرأة لمت السوداء أرضعت الزوج صاحبتنا ففي هذا السفسار لإنسان عن المسائل التي ترد إليه والتحقق منها وفيه أيضا تصور المسائل النازلة قبل الحكم عليها وفي هذا أن العبرة بشهادة من أثبت دون شهادة من نفى وفي هذا قبول شهادة المماليك إماء ورجالا وفي هذا أن المرأة إذا شهدت وحدها بالرضاعة قبلت شهادتها قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني تزوجت فلان بنت فلان فجاءتنا إمرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذلك أنه أتى بالبينا التي تشهد بثبوت الرضاعة ثم لهوى في نفسه ولرابة في المرأة قال وزعم بأنها كاذبة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عقب فتنحيت أي أتيت إليه مع الجهة الأخرى فذكرت ذلك له وقلت إنها كاذبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أي كيف تبقى مع هذه المرأة وقد قيل أي جاءتكم هذه الأمة فشهدت بثبوت الرضاع بينكما كيف تبقى معها وقد زعمت أنها أختك بالرضاع الذي أرضعتكما إياه ثم قال صلى الله عليه وسلم دعها عنك كلمة دعها عنك قال أحمد هي على بابها تدل على وجوب ذلك ولذا رأى أن الرضاع تثبت بشهادة امرأة واحدة لأنه مما يختص بأمر النساء جمهور أهل العلم لا يكتفون بشهادة المرأة الواحدة منهم من قال لابد من شهادة اثنتين ولا أكثر على أنه لابد من شهادة أربع من النسوة قالوا لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين وشهادة الرجل لا يوازيها إلا شهادة امرأتين وبالتالي لابد من شهادة أربع نسوة والصواب هو القول الأول لظاهر حديث الباب فإنه فإنه دعها عنك ولأصر في الأوامر أن تكون للوجوب ثم صرح بذلك فقال فنهاه عنها وأنه يقتضي التحريم قال قال ففارقها عقبة أي تركها كان الشافعية ومن نحى نحوهم يرى أن هذا الحديث على سبيل الاحتياط والورع وليس على سبيل الحكم ولكنه يخالف ظاهر الحديث حينما قال دعها عنك حسن الله إليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما فمكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فما أجد له موضع ما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى حج وحججت معه فلما رجعت وكن بظهران وعدل إلى الأراك لحاجة له وعدلت معه فقال أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة فتبرز ووقفت حتى فرغ ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ ثم سرت معه ورأيت موضعا فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان ظاهرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما فما أتممت كلامي حتى قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبرتك به ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوى بد نزول على النبي صلى الله عليه وسلم فننزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعلى مثل ذلك فآتان بالخبر وكنا معشر قريش نغلب النساء والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك في أمر أريده فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت عجبا لك يا ابن الخطاب ولما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فأفزعني ذلك فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن بعظيمها ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحدى كن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم والله إنا لنراجعه فقلت قد خبتي وخسرتي تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي لا تستكثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدلك ويا بني لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابة منها فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فأخذتني والله أخذاء كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها قال عمر وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلات صدورنا منه وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثماه ففزعت فخرجت إلي فقال افتح افتح فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ماه أجاءت غسان قال لا بل أعظم بل أعظم من ذلك وأهول اعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت رغم أنف حفصة وعائشة وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي حتى جئت فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة مشربة لهو فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي والبكاء في حجرهن كلهن فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة يرقى عليها بعجلة فخرجت فجئت إلى المنبري فإذا حوله رهت يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود على رأس الدرجة استأذن لعمر قل هذا عمر بن الخطاب فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهت الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهت الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت للغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا أذن لي وإذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكن معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى وجلست حين رأيته تبسم فلما بلغت حديث أمي سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة معلقة عند رأسه وإن عند رجليه قرضا مصبورا فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت قال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فقلت يا رسول الله أدعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة عائشة تسعا وعشرين ليلة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال الشهر تسع وعشرون ليلة فكان ذلك الشهر تسع وعشرين ليلة قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول امرأة من نسائه فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن تعجلي حتى تستأمر أبويك قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقك ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما قلت أوفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاخترته ثم خير نساءه كله كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة قوله في هذا الخبر عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر فيه الحرص في طلب العلم الرجوع إلى الأكابر فيه ورواية الأحاديث عن من كان عارفا بهذه الأحاديث ودورد المؤلف هذا الباب في مسألة التناو في العلم كما كان عمر والأنصار الذي يجاوره يتناوبان في الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كنت حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما في هذا الاهتمام بإظهار المبهمات من الأسماء في الحديث كما فعل ابن عباس وفي هذا الهيبة من العالم الكبير أن يسأل لأمور تعود إليك كما هاب بن عباس عمر رضي الله عنه قال فما أجد له موضع أي كنت أبحث عن مكان أنفرد بعمر فيه ليسأله عن المرأتين من أجل أن لا يسمع أحد هذا الخبر فإنه لم يرد أن ينشره حتى يتأكد منه قوله ما أستطيع أن أسأله هيبة له أي تعظيما لحقه من أن أسأله بمحضر من الناس قال حتى حج أي أن عمر حج وذلك في السنة الثالثة والعشرين وهي آخر سنة من سنوات ولاية عمر رضي الله عنه فقد حج في ذي الحج وتوفي قتل في آخر ذي الحج من تلك السنة قال ابن عباس حتى حج وحججت معه فيه رفقة الأخيار في الحج ورفقة أصحاب الولاية في ذلك قال فلما رجعت أي عدنا من الحج وكنا بظهران وهي مكان في الطريق بين مكة والمدينة عدل إلى الأراك وهو شجر معروف فيه فيه شيء من الخاصية يستتر الإنسان بها عند قضاء حاجته والأراك هو الشجر الذي يأخذ منه السواك وله عروق في الأرض يأخذ منها كما له أغصان تمتد فوق الأرض يتمكن الإنسان من الاستتار بها قال لحاجة الله ذهب إلى ذلك المكان لقضاء حاجته وعدلت معه أي ملت عن الطريق معه فقال عمر لابن عباس أدركني بالوضو أي أحضر لي الماء الذي أتوضأ منه قال فأدركته بالإداوة أي ذهبت فأتيت بالماء في إداوة وينوع من أنواع الأواني حتى أدركته وتمكنت من اللحاق به قال فتبرز أي قضى حاجته وفي هذا سؤال صاحب الولاية فراد الناس ومن يكون معه من المرافقين بعض حاجته وفي هذا الحديث الاستتار عند قضاء الحاجة قال ووقفت أي تنحيت وابتعدت قليلا حتى فرغ من قضاء حاجته ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ ظاهر هذا أن عمر لم يستنجي وإنما استجمار بالحجارة ونحوها مما يدل على أن الاستجمار مجزئ وفي هذا الحديث خدمة الرجل من هو أكبر منه وآساً خصوصاً مثل عمر لولايته وإمامته وصحبته قال ثم سرت معه أي مشيت معه ورأيت موضع أي مكاناً خالياً يناسب أن أسأله فيه عن المراتين فقلت له وفي هذا تحر المواطن المناسبة في السؤال وبثي العلم فقلت له أي قال ابن عباس لعمر يا أمير المؤمنين فيه مخاطبة الرجل بما له من المكان ومن العمل تقديراً له قال من المرأتان أي من هما ألتان ظاهرتا أي اتفقتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه ألتان قال الله تعالى إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما قال ابن عباس فما أتممت كلامي أي لم يكمله حتى قال عمر وعجباً لك يا ابن عباس فيه التعجب من عدم وصول علمي الإنسان لمعرفة شيء من الأمور الظاهرة وقال عمر هما عائشة وحفصة قال ابن عباس فقلت والله فيه قسم الإنسان ولو لم يطلب منه القسم إذا كان يحتمل أن يتردد فيه قال إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك أي تعظيماً لحقك فقال عمر فلا تفعل أي لا تترك سؤالي من أجل الهيبة لي وفيه المبادرة بالسؤال والاستفصال في الأحكام الشرعية قال ما ظننت أي إذا كنت تظن أن عندي شيء من العلم فاسألني عنه وفي هذا طلب الإنسان من غيره طلب الفقيه من غيره أن يسألوه قال فإن كان لي علم خبرتك به وفيه أن الإنسان لا يتكلم ولا يجيب إلا بما عنده علم فيه قال ثم استقبل عمر الحديث يسوقه أي أنه ابتدأ بذكر القصة وقد قام بنظمها وسياقتها من أجل أن تسمع منه فقال عمر كنت أنا وجار لي من الأنصار في منطقة يقال لها بني أمية ابن زيد وهي هذه المنطقة من عوالي المدينة أي من المكان العالي فيها قال وكنا نتناوى بالنزول على النبي صلى الله عليه وسلم أي أنزل في يوم وهو ينزل في يوم آخر وهذا هو الذي جعل المؤلف يورد هذا ألباب في كتاب العلم للكلام على التناوب في العلم قال فينزل الأنصاري يوما قال عمر وأنزل يوما فإذا نزلت أي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم جئت الأنصاري يجاري بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فأتاني بالخبر وفي هذا قبول أخبار الأحاد كما كان عمر يقبل خبر الأنصاري وكذلك الأنصاري قوله وكنا معشر قريش أي أن قبيلة قريش كان من شانهم من يغلب الرجال النساء وأن النساء لا يكون لهن أمر ولا نهي قال والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمر أي لا نلتفت إليهن ولا نستشيرهن ولا يقمن بمراجعة الزوج والامتناع منه حتى أنزل الله فيهن ما أنزل من وجوب معاشرتهن بالمعروف كما في قوله وعاشرهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقسم لهن ما قسم من هذه الأخلاق والأفعال قال فحينئذ رأي أن للنساء حقا على الرجال لكن لم نكن نشاورهن ولذا قال من غير أن ندخلهن في أمورنا وقال فلما قدمنا المدينة على الأنصار فكان نساء الأنصار يغلبن الرجال وحينئذ قام نساء الأنصار قام نساء قريش بأخذ ذلك من نساء الأنصار وفي هذا أن الصحبة تغلب على الإنسان فيأخذ بأخلاق صاحبه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر قال فبين أنا في أمر أي كنت في شان من شاني أنظم أمري إذ قالت امرأتي أي ردت علي المرأة وأصبحت تشير علي وبدأت تتدخل في أمر من أموري فقالت لو صنعت كذا وكذا فرد عليها عمر على جهة الإنكار لدخولها في هذا الأمر ما لكي ولما ها هنا أي ما الذي أدخلك في هذا الأمر ولماذا تتحدثين عن هذا الشان من شاني وكيف تتكلفين في أمر يريده الزوج وأنت امرأة قال فصخبت على أمرأتي أي رفعت الصوت عليها على جهة الزمجرة والغضب قال فراجعتني أي عادت علي الكلام مرة أخرى وقالت بأن لها حقا في المراجعة وفي الكلام فحينئذ كبر ذلك على عمر قال فأنكرت أن تراجعني فقالت المرأة لعمر عجبا لك يا بن الخطاب أي كيف لا تشعر بما حولك ولما تنكر أن راجعك وتعيب علي أن أعيد الكلام معك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وهو أفضل منك وحق بالهيبة منك وإن إحداهن أي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لتهجره اليوم حتى الليل أي لا تحادثه ولا تخاطبه وماذاك إلا إذا لم يحقق لهن شيئا من مطالبهن قال وإن قالت المرأة وإن ابنتك يا عمر يعني حفصة لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبقى طول ذلك اليوم غضبان عليها من تلك المراجعة قال عمر فأفزعني ذلك أي قلقت له قلقا شديدا فقلت لها يعني قال عمر للمرأة قد خاب أي خسر من فعل ذلك أي راجع النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعظيمها يعني بزوجها الذي حقه التعظيم والمكانة قال عمر ثم جمعت علي ثيابي أي أخذت الثياب وكانوا يلبسون عددا منها ولذا قال جمعت علي ثيابي أي لبستها جميعا فنزلت من العوالي إلى مكان المسجد النبوي قال فدخلت على حفصة حفصة ابنته فقلت لها أي وعظ عمر ابنته حفصة ففي هذا موعظة الرجل لابنته من أجل أن تقوم بحقوق الزوجية فقال عمر لحفصة أتغاضب إحدى كن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل أي هل تنفر منه وتغضب عليه ولا تقاربه طول يومها على جهة الغضب عليه الغضب منه فقالت حفصة نعم والله إنا لنراجعه فذكرت له شأنهن فقال عمر لابنته حفصة يا حفصة أي حفصة وفيه نداء الرجل ابنته باسمها المجرد قد خبتي أي قد خسرتي وكانت الخيبة لك تعلمين أني أحذرك أي أخوفك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم أفتأمنين أي يمكن أن يغضب الله لغضب رسوله فيكون ذلك سبب من أسباب الخسارة والهلاك ثم قال لا تستكثري أي لا تطلبي من النبي صلى الله عليه وسلم طلبات كثيرة ولا تراجعي أي تعاودي معه القول في شيء ولا تهجري أي تترك محادثته وسليني أي إذا كانت لك حاجة أو رغبة في شيء من أمور الدنيا فلا تراد رسول الله وإنما عودي إلي وسأقوم بتلبية طلبك ثم قال يا بني فيه نداء الرجل لابنته بالتصيد قال لا يغرنك أن كان تجارتك أي لا يخدعنك أن عائشة وهي زوجة زوجك وكانوا يسمون الزوجة الثانية جارة على جهة التفضيل لهذا الاسم لما فيه من معنى التقارب بين المرأتين ولم يكونوا يسمونها ضرة قال قال أن كان تجارتك يريد بذلك عائشة رضي الله عنها أوضأ منك أي أجمل وأحسن وأكثر إضاءة منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على جواز زيادة الرجل في المحبة لبعض نسائه بحيث يفضل بعضهن في ذلك على بعض قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فأم سلمة كانت كان بينها وبين عمر شيء من القرابة وفكلاهما من فروع قريش قال فكلمتها أي تحدثت معها وأنكرت عليها مراجعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة عجبا لك يا بن الخطاب دخلت في كل شيء أي أنك حاولت ترتيب جميع الأمور بحسب ظنك حتى أنك تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال عمر فأخذتني أم سلمة والله أخذا أي منعتني من أن أواصل في نصح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجعلتني أتوقف عن نصح البقية قالت قال عمر كسرتني أي منعتني ووقفت في وجهي عن بعض ما كنت أجد يعني من رغبتي في نصح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت من عندها لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله شرح هذا الحديث غدا بإذن الله جل وعلا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين نسأله سبحانه أن يملأ قلوبنا من التقوى وأن يغفر لنا الذنوب وأن يرفع لنا الدرجات كما نسأله جل وعلا جمعا لكلمة أهل الإسلام متأليفا بين قلوبهم ونسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يوفقهم للخير كما نسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر